كون الزول يقول نادو الله سبحانه وتعالى في الشدايد عنده براه ونادوه براه وزعوا ليه براه ما تنادو الشيوخ والأولياء والأموات ده ما نبز لأنه النبز ما عروف أيما النبز تقول فلان ده كذا 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 وتنبزه له والده والده وقبيلته ده النبز لكن نادو الله ما تنادو فلان ده نبز بياتو لغة أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات مش قبلوها منه الصحابة قبلوها بالصدر رحب ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وانا عندهم مجرد ما تجيب اسم الشيخ التنبزته أنا خائف والله يجي يوم كان وقفت أتكلم في التوحيد لو شكرت الشيخ ذاته يقول لك ما تجيبه كان قلت ذاته الشيخ ده والله جماعة سوداني زينا وظريف وطيب قلت لك أوهي أو أكتصل الجماعة لأنه مجرد ما تجيب اسم شنو التنبزته ما بركز في الكلام ذاته يعني إنت ما قلت لهم فلان ده في النار ما حكمت عليه عينا تكلمت قلت نادو الله ما تنادو الشيخ بيزعله طوال حسي إنت لو مشيت مسجد قلت لهم نادو الله ما تنادو أبا بكر الصديق قلت لك كويس نادو الله ما تنادو أمار بن الخطاب قلت لك كويس نادو الله سبحانه وتعالى ما تنادو عثمان بن عفان قلت لك كويس نادو الله جماعة ما تنادو علي أبن أبي طالب قلت حاضرة مولانا بصروا لك قلت لنا جماعة دمان ندا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنْ يَعْمَلْ مُجِيبُونَ إِهَادُوا شويةً تقول لهم نادو الله ما تنادو الإمام مالكاً قولوا كويس الشافعي كويس ما تنادو أبان حانيفة كويس الإمام أحمد كويس ما تنادو البرعي في مركوب بجيك طائر والله طوال لأنه هنشنو خدت في رأسه لأنه ده نبز طوال ولذلك أجمع هذا الموضوع والله التوحيد ده ما أغز أحسن شيء وأظرف شيء ذاته إذا صعدت عنه ما أغزم منه ذاته راح للنفوس شو تلو دار ترتاح بس التوحيد فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدر إن شرح يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء ترجمة نانسي قنقر